في مصرى فتاة تعرى وتسحل علناً أمام عدسات الكاميرا في ميدان التحرير وفي باكستان استهداف للطفلة ملال يوسف زاي الصوت الذي ارتفع عالياً للدفاع عن حقوق الفتيات في التعليم والعيش الكريم وفي الهند جريمة اغتصاب جماعية تود بحياة طالبة طب وتهز مشاعر الملايين صور أخرى كثيرة وكثيرة من سوريا والبحرين واليمن وليبيا فوتيرة العنف الممارس ضد الفتيات والنساء ازدادت وتصاعدت خلال الفترة الماضية إلى الحد الذي بات فيه الوضع من الخطورة إلى درجة تستدعي عقادة المؤتمرات الدولية ورفع الصوت عالياً للمطالبة بوضع حد لمثل هذا العنف إن العالم يراقبنا ونحن نجتمع معاً لإنهائه ومنع العنف ضد النساء والفتيات فالأحداث والمظاهرات التي وقعت مؤخراً تشير إلى الوعي المتنامي وزيادة زخم الاهتمام بهذه القضية باتشليت قالت أيضاً إنما رآه العالم من اعتداء على فتاة التحرير وعلى ملال الباكستانية وعلى ضحية الاقتصاب الهندية هو غيض من فيض الاعتداءات التي ترتكب يومياً بحق فتيات ونساء أخريات في العالم ولكن دون أن تجد تلك الجرائم طريقها إلى شاشات التلفزة وعناوين الأخبار العنف ضد النساء يقع في كل مكان ونحن نعلم أن إنهاء هذا العنف يحتاج إلى سلسلة قوية من الإجراءات التي ترمي إلى تطبيق العدالة وإلى سيادة القانون مؤتمر نيويورك لمحاربة العنف ضد المرأة والفعاليات الأخرى التي تعقد هذه الأيام بمناسبة يوم المرأة العالمي في الثامن من هذا الشهر لا ترمي فقط لزيادة وعي الشباب والرجال بأهمية الكف عن استهداف الفتيات والنساء بل تهدف أيضاً لحث ضحايا العنف الذكوري أنفهن ورفع أصواتهن عالياً في وجه من يعتدي عليهن وبدون خوف أو وجل الناشطون يرون أن الصرخة ربما تكون فرصة لأصحاب الضمائر الحياة في العالم أجمع من ذكور وإناث فرصة للتوحد تحت راية واحدة في ذكرى يوم المرأة العالمي راية مكتوب عليها شعار يقول فلنرق معاً إلى مستوى إنسانيتنا ولنوقف العنف الذي يمارسه البشر على البشر لسيما الفتيات والنساء منهم ضاحي حسن بي بي سي